السلام عليكم و السهلا بكم في فيديو جديد الفيديو رقم 17 من سلسلة باور كويري المتقدمة النهاردة هنتكلم على ازاي ممكن نجيب ديتا من سيكول سيرفر وناخدها جوه الباور بي اي باستخدام الباور كويري اللي موجودة جوه الباور بي اي عشان نعمل عليها الريبورت اللي احنا عايزينه الفيديو متقسم ثلاث اجزاء هو فيديو طويل وحقلكه طويل ليه الجزء الاول بيتكلم على حاجة اسمها امبورت ديتا امبورت ديتا يعني ايه يعني هاخد ديتا اللي موجودة في السيكول سيرفر كلها احطها عندي جوه الباور بي اي وبالتالي بقى عندي نسخة منها اشتغل عليها اعمل ترانسفورميشن وباكده اعمل ريبورت في الجزء التاني من الفيديو هنشوف برضو امبورت و هنجيب ديتا برضو هنعمل كوبي من الديتا نحطها عندنا ولكن قبل ما نعمل كده هنكتب اسيكويل كود جوه الباور بي اي بحيث ان الاسيكويل كود ده يجيب ديتا احنا عزينها بس ويعمل عليها ترانسفورميشن كمان لو احنا محتاجين بحيث انها لما تجيلي هتكون جاهزة على طول اعمل عليها ريبورت طبعا عشان اشرح الجزء ده فانا كنت بفكر بطريقتين هل بس اجيب الكود زي ما هو وحطه وانا نشتغل مع بعض الكود ده بالتفصيل وبصبع قررت ان انا لأ هشرح الكود ده عشان كده الفيديو يمكن هتكون طويل نسبيا ففيه جزء هنشرح حتة اسيكويل هنشتغل على اسيكويل سيرفر مانجمنت ستوديو عشان نقدر نكتب عليه الكويري بتاعة الاسيكويل وباك انا خدها نحطها جوه الباور بي اي وتجيلنا الديتا بالكايفية اللي احنا عايزينها الجزء الاخير من الفيديو هنشوف زي ممكن نعمل حاجة اسمها دايركت كويري يعني ايه دايركت كويري يعني بدل من نجيب كوبي من الديتا جوه الباور بي اي لأ احنا بس هنشاور على الديتابيز ومش هنجيب منها اي حاجة هجيب بس الستركتشور بتاع الديتابيز يعني ايه الستركتشور يعني هنجيب اسامي الجداول واسامي الكولومز وديتا بتاعت الكولومز دي عبار عن ايه بالضبط ورليشنز طبعا اللي مرتبطة بيهم اللي بتربطهم ببعض وبعد كده لما يجي نعمل فيجول او نعمل بعد كده ماجر او حاجة زي كده يرجع يكون نكت على الديتا ويجيب لك الريبورت وحنعرف امتى بتستخدم وإيه الفرق بينها وبين امبورت ديتا فيديو طويل نسبيا بس مقدمة كمان كويسة قوي للسكويل لو انت معندكش فكرة عنه ما تقلقش موضوع بسيط هناخده بالراحة وهتشوف ازيناك ممكن برضو بحبة معلومات بسيطة تقدر تعمل حاجة مش بطالة اسيبكوا بقى مع المثال نشطح الاول للمثال وبعد كده نكمل في اجزاء الفيديو المختلفة تعالى في البداية نتفرج على الديتابيز اللي عندنا زي ما حرج شايف دلوقتي انا واقف على بروجرم اسمه مايكروسوفت سيكول سيرفر مناجمنت ستوديو او اختصارا بلو ام اس اس ام اس ده حرج شغلته انه حاجة تمنش به الديتابيز او السيكول سيرفر داتابيز بتاعت حضرتك لو بصيت على الابجيكتس اللي موجودة هتلاقي اول حاجة فوق خالص اسم السيرفر ده اسم السيرفر وهو في نفس الوقت هو اسم الكمبيوتر اللي انا شغال عليه بعد كده هتلاقي عندي اتنين داتابيز ودي اللي احنا نشتغل عليها اسمها تريبل اي اندرسكور بي اي جوه داتابيز دي عندي تلات جداول هم دول الجداول بتوعي طبعا الجداول هتلاقي العالمة بتاعت الجدول او الايكون بتاع الجدول موجود قبلها وبتبدأ بدي بي او دايما هتلاقي دي بي او دوت حاجة الحاجة دي هو اسم التابيز فانا عندي تلات جداول الجدول الاول اللي هو اللوكيشن وبعد كده السيلز دي لو بصيت في النص هتلاقي دي التلات جداول بتاعنا زي الدياجرام فيو بالزبط اللي موجود جوه الباور بي اي وحتلاقي ان انا عندي فيه ريليشن وان تو ميني ما بين التلات جداول هنا هتلاقي الوان سايد وهنا الميني سايد هنا برضو الوان سايد وهنا الميني سايد الجداول بتاعتنا طبعا الجدول اللي في النص ما هو الا الجدول المعاملات واسمه سيلز تي وموجود فيه مجموعة من الفيلدز الفيلد الاولاني فيه البروكت اي دي طبعا دي مبيعات يومية وبعد كده عندي الكود بتاع المدينة اللي تم فيها البيع بعد كده تاريخ البيع وعندي الكونتي وعندي الديسكاونت هتلاقي بعد كده ده مربوط باثنين جداول الباحس الجدول الاول في الوكيشن وحتلاقي بس كل اللي موجود فيه اسم المدينة والكود بتاع المدينة عشان اقدر عمل الربورت بتاعي بالكود المدينة وعلى الجانب الاخر هتلاقي جدول المنتجات او البروكت تيبل موجود فيه برضو البروكت اي دي و بعد كده اسم المنتج وبعد كده الكاتيجري وموجود كمان البرايس وطبعا هستخدم البرايس علشان اقدر احسب الريفن ا ended up ده شكل ال data base بشكل مختصر والمطلوب ان انا بعد كده باستخدام ال Power BI ان انا اروح اجيب ال data دي واعمل تقرير مبسط جدا على المبيعات ويكون بتضمن السنوات والcategory والlocation اللي تم فيه عملية البيع ومن هنا بقى تعال نروح على ال Power BI علشان نعمل import لل data دي من SQL Server باستخدام ال Power BI Desktop قبل ما نبدأ نشتغل على ال Power BI Desktop ونحاول نكوننكت على ال SQL Server ونجيب ال data base بتاعتنا خلينا نشوف ال end in mind ايه ال report اللي احنا عايزين نعمله في النهاية report عبارة عن pivot table او matrix الماتريكس ده هو pivot table بتاع ال Power BI في الهايدرز عندي المناطق المناطق اللي حصل فيها عملية البيع وعندي هنا ال categories موجودة هنا وتحت كل category عندي السنين كل category السنين اللي فيها عملية البيع تمت لكن خد بالك انا عندي هنا 3 سنين بس رغم ان ال sales t table او transaction table بتاعي كان فيه حوالي 9 سنين لكن انا عايز ال report يكون فيه 3 سنين بس خد بالك انا مش عامل اي filtration ولا حتى عامل slicer لكن انا عايز ديتها نفسها اللي تجيلي ما يكونش فيها غير بس 3 سنين هنشوف في الكلام ده ممكن يتعامل باكتر من طريقة الجزء ده هنشوف فيه طريقة والجزء الجامل في الفيديو هنشوف فيه طريقة تانية تعال بعد باتي على طول على ال report جديد ونحاول نعمل الكلام ده ونشوف ازاي مع بعض اللي قدامنا ده بلانك باور باي ريبورت وانا عايز اجيب الديتا بتاعتي من السيكل سيرفر خد بالك ممكن تعمل كده من حيات كتيرة قوي حتى في الهوم بيتج هوا عندك ممكن تختار سيكل سيرفر ممكن تختارها برضو من هنا زي ما انت شايف من الهوم مينيو وكده كل ده تقدر تعمله مفيش مشكلة خالص فتعال ندوس هنا على طول ونبدأ نشوف عايز مننا ايه بالزبط اول حاجة عايز مني اسم السيرفر انا قلت لكم في الاول السيرفر ده انا ما عنديش سيرفر بمعنى سيرفر لكن اسم الكمبيوتر بتاعي الكمبيوتر نيم بتاعي ممكن يشتغل اسا سيرفر فهتديره اسم الكمبيوتر بتاعي وبعد كده عايز مني الديتا بيز ودي اوبشنال خلال لوقتي نحط الديتا بيز انا عارف اسمها تريبل اي قلت لكم عليه في الاول اندرسكور بي اي ده اسم الديتا بيز اللي انا عايز اعمل لها امبورت وعايزك بقى تركز معي هنا في اختيارين ياما امبورت ياما دايركت كويري فيه اخد بالك هنا حاجة اسمها ادفانست اوبشنز وادفانست اوبشنز دي همني فيها حتة اللي هي سيكول استيتمنت وده برضو ايه اوبشنال كما اتفقنا يعني ايه سيكول استيتمنت يعني حضرتك ممكن تعمل هنا كويري على الاسيكوال يعني تكتب هنا اسيكوال كود بشكل مباشر فالديتا تجيلك بالشكل اللي انت عايزه من الديتا بيز بشكل مباشر اذا ما تعملش حاجة داخل باور كويري تعمل الاكشن بتاعك جوه السيكول على طول جوه السيكول سيرفر على طول برضو دي هناخدها في الجزء اللي جاي خلينا الوقتي نسيبها نسيبها في حالها ونبص على اخر حتة اللي هي انكلود ريليشنشيب كولومز وده برضو لازم تتأكد نعملها تك عشان دي مهمة جدا وحنفهم دلوقتي مهمة في ايه يبقى انا كل اللي عملته كتبت اسم السيرفر اسم الديتا بيز وده اوبشنال ممكن اختارها بعد كده لكن انا كتبتها وخليته على امبورت وسبت اللي بعد كده فاضي وتأكد انه هو مختار انكلود ريليشنشيب كولومز وكل اللي هعمله بعد كده ان انا ادوس على اوكي وحنشوف ايه اللي هيحصل هيروح يكوننكت على الديتابيز وهيفتح لي النافيجاتور شبه بالظبط اللي بيزهري لما بكون بكوننكت على فولدر او بكوننكت على اكسل ووركبوك بشكل عادي واده اسامي التابلز اللي موجودة عندنا ادي التالة تابلز بتاعنا اللوكيشن والبرودكت والسيلز تي وعندي بعد كده تو اوبجيكت تانيين تسيبك منهم دلوقتي مش عايزين منهم حاجة طب انا عايز ايه من ده انا مش هختار غير بس السيلز تي فهختاره من هنا طبعا هعملي بريفيو بنفس الشكل بالظبط اللي بيعمله لما يكون بكوننكت على اكسل او على سي اس بي فايل او اي حاجة تانية بنفس الطريقة تعالا بعد كده نقول له ترانسفورم وده هيفتح البروكويري اديتور ونبدأ ننفذ الترانسفورميشن اللي احنا عايزينه ادي الجدول بتاعنا جيه لو تفتكر كان عندي كاما عمود كان عندي خمسة ادي الخمسة انا كنت شفتهم واحنا جوه السيكول سيرفر مناجمت ستوديو ولقينا عندنا ادي البرودكت وادي طبعا الاي دي والسيتي والديت والكوانتتي والديسكاونت عندي بعد كده تو كولومز تانيين والتو كولومز دول موجودين موجودين لان انا انا عندي موجودة موجودة في الاتابيز مع الى الوكيشن والبرودكت طيب لو قفت كده جوه الكولوم بتاع الوكيشن ده هتلاقي لو اختارت كده من حتة الفاضية دي لو اختارت كده فى الحتة الفاضية فاليو دي هتلاقي ايه هتلاقي راح بالضبط جابلك الديتا اللي انت محتاجها من الوكيشن تلك الوكيشن فبالتالي هتلاقي عندك هنا ادي الستي كود تهتلافي ستة و ادي هنا مين ادي ساوس تاناي اسم ايه اسم المدينة او اسم اللوكيشن او اسم المنطقة طبعا لو بصيت حاولت تبص فوق كده لو روحت فوق كده هتلاقي فعلا ادي الستي كام الستي تلاتلاف وستة يبقى هو راح جابلك المعلومة المقابلة لها بشكل مظبوط ولو حاولت تبص على بقية المعلومات هتلاقي كلها جاية بنفس الشكل طبعا ده بيحصل لما تكون انت بتكونكت على ريشن لاتابيز مش بس مع السيكل سيرفر كمان حتى مع الاكسس واعتقد فيه فيديو قبل كده كنا عملناه كان بيوري الموضوع ده بالزبط وممكن ناسب لكو اللينك بتاعه ودلوقتي حالا تعال بقى بنفس المنطق نبص على البرودكت لو اخترت الحتة الفاضية جنب البرودكت هنا هتلاقي ادي الاد بتاع البرودكت وتحتيه اسم البرودكت وبعد كده الكاتيجوري وادي البرائس ده 2012 بص هنا هتلاقي 2012 لو غيرنا الكلام ده وروحنا على بعديها 2014 ادي تحتيها على طول اهو هتلاقي 2014 وقفين على 2014 اهو والبيانات اللي تحت بقت خاصة 2014 وهكذا لغاية اخر الجدول يبقى جابلي البيانات اللي انا محتاجها في التو كولومز دول وعشان كده انا ما جبتش معي الجدولين التانيين لاني ممكن اجيبهم على طول من هنا وعشان اعمل كده محتاج اعمل بس اكسباند فكل هتعمل اعمل اكسباند طبعا انا اشتاك الكود مرة تانية فممكن اختار بس اسم بالنسبة للوكيشن وبالنسبة للبرودكت برضو هتعمل اكسباند خد بالك طبعا هنا بيبقى فيه use original column name as prefix ممكن تشيلها وهاختار بس النام بتاع البرودكت والكاتيجري والبرايس وادوس على اوكي فبقى عندي كل المعلومات اللي انا محتاجة هنا طبعا الريبورت اللي هعملو محتاج يكون في الربنيو انا ما عنديش هنا الربنيو لكن عندي الكونتي وعندي الديسكاونت وعندي هنا البرودكت من التيبل او من الريلاشن اللي كانت موجودة مع البرودكت يبقى ممكن اختار الكلوم ده وادوس كنترول مع الكلوم ده مع الكلوم ده واروح على الادكلوم واقول له standard وقول له multiply عشان احسب الربنيو طبعا مش بالزبط كده خد بالك هنا استخدم list.product وضرب الثلاثة الكلوم ببعض لو بصيت هنا اهو ضرب الدسكاونت في الكوانتي في البرائس انا محتاج اضرب one minus الدسكاونت علشان يحسبه بشكل مظبوط فهفتح قوس جوه هنا واكتب one minus وبعد كده اقفل القوس كمان ممكن اغير اسم الكلوم بدلا ما هو اسمه multiplication اسميه مثلا revenue وبعد كده اعمل check mark فكده الكلوم بتاع revenue ببقى موجود معايا في الحالة دي مش محتاج كل الكلوم دي محتاج حبة حاجات بس انا اخد بالك الريبورد كان فيه بس الكاتيجري فانا محتاج الكاتيجري طبعا هحتاج الديت عشان السنين وهحتاج كمان اسم المدينة او city هحتاج برضو revenue والباقي كله مش محتاجه right click and remove other columns يبقى دي بس الاعمدة اللي انا محتاجها بالنسبة للديتس لو بسيت على الديتس هنا هتلاقي ديتس طبعا هو هنا بين 2014 لكن هو الtable بالكامل هيبدأ من اول 2011 فانا مش محتاج الاخد 3 سنين بس فممكن اعمل كمان من هنا filter على الديت فهروح اقول له سمحت اعملي هنا filter فهقول له date filter واقول له عايز اي تاريخ بعد او after خد بالك ممكن اقول له after or equal to وممكن اكتب هنا التاريخ اعتقد ممكن اجيبه من الكالندر دي هاختار واحد يناير 2017 اخد 3 سنين ادي واحد يناير 2017 يبقى اي تاريخ بعد واحد يناير 2017 وسمحت اخده معك وكده يبقى انا جاهز انا اعمل close and load وحروح على home وقول له close and apply close and apply هتروح تودي ده على طول على الديتا model الخاص بالpower query خد بالك احنا هنا بن load حوالي 3 مليون line لو انت شايف قد ايه الدنيا ماشية بسرعة بشكل ممتاز جدا 3 مليون رو تقريبا ال no time وحتلاقي التابل بتاعك لو روحت بصيت على الديتا view هتلاقي التابل بتاعك موجود وفي بس الحاجات اللي احنا اخترناها مع بعض ومفيش مشكلة ممكن دلوقتي اعمل report بشكل سريع جدا هروح على report view علي مين هروح اختار التابل الوحيد اللي عندي اللي هو sales انا محتاج ال revenue هحط ال revenue على طول جوة ال default بيعمل لي column chart لكن انا عايز اغيره انا مختاره ممكن اختار matrix ادي عندي total revenue 190 مليون محتاج التواريخ هحتاج ال year ممكن احطها في ال rose وفوق الادي 3 سنين بتاعي كده كسر بال 3 سنين بتاعي ممكن احطه فوق ايهم كمان ال category وبعد كده اخد ال city احطها في columns ده شكل ال report اللي احنا كنا عملناها مع بعض ممكن بس نوسعه شوية ونقل له expand entire level فادي بالزبط شكل التقرير اللي احنا كنا عايزين نعمله فيه 3 سنين بس شوفنا قديم الموضوع بسيط وسريع وكمان استخدمنا ال relational database علاقات اللي موجودة بين الجداول واجبناك كل ال data في flat file او في table 1 بس زي ما احراك شفت هنشوف بقى في الجزء الجاي ازاي ممكن اعمل عملية الفلترة اللي احنا عملناها دي ولكن ديركلي باستخدام SQL statement او باستخدام select statement ديركلي من جوه ال power bi كمان هنشوف ازاي نحن ممكن نجيب الموضل كله على بعضه مش بس table 1 من داخل الموضل تعال مع بعض نشوف ازاي ممكن نكتب SQL statement او select statement نديها لل power bi فاي بنا نديها على طول جهاز لكن عشان نعمل كده تعال اول نبدأ من SQL server management studio عشان نشوف ازاي اصلا ممكن نختار الديتا باستخدام SQL بالشكل احنا عايزين طيب احنا اتفقنا قبل كده او شوفنا مع بعض قبل كده ادي database بتاعتي triple a underscore ba و ادي الجداول بتاعتي انا عايز اشتغل على الجدول الاولاني اللي هو sales t وطبعا عشان نبدأ من حاجة سهلة كده قوي مع بعض تعال نشوف ممكن ازاي نطلع شوية ديتا من الجدول بتاع sales t هاختاره بالماوس و red click وهلاقي حاجة اسمها select top 1000 rows او ما هعمل كده هتلاقي فتح لي وندو هنا دي طبعا نبار عن query كأنني بسأل سؤال على الديتا بقوله سمحت اديني شوية معلومات من هنا طبعا دي ال statement المكتوبة مفيهاش اي حاجة سهلة جدا بتقوله select اي حاجة في SQL اي query تبدأ ب select بيبدأ ب top 1000 row اعتبر ان انا عايز اجيب الجدول كله فهاشيلته ب 1000 row و كل اللي عمله انه حطت listه بال column جوه 2 square bracket فجاب لي كل ال column اهو و بيقوله في الاخر ان ده ال database اللي اسمها triple underscore ba والكلام ده موجود جوه ال table اللي اسمه sales t هنا هتلاقي زرار اسمه execute فبعمل منه تنفيذ او run فلو عملت run هيبدأ يحاول يجيب الاول كان جايب اول 1000 row دلوقتي بيحاول يجيب ال database بالكامل طبعا هتاخد شوية وقت لانه بيرن على زي ما قلنا حوالي 10 مليون رو فهنديله وقته ونشوف بعد كده نتيجة نهائية كده هو خلص وقادي التسعة مليون رو بتوعي كلهم موجودين عرفت اجيب اعمل query ما بتعملش اي حاجة غداية تجيب ال table بالكامل ليه لاني هنا حاطت كل ومش حاطت اي شروط او اي حاجة خالص طيب تعا نبدأ بحاجة بسيطة اوي افتكر ان انا كنت عايز تواريخ معين عايز اخر ثلاث سنين عشان اعمل كده هاخد سطر جديد بعد فروم دي واكتب وير دي هحط فيها الشرط اللي انا عايزه فحاوله وير ايه انا عايز الكولوم بتاع date بين قوسين اهو هكتب له date ليكون اكبر من قوي وساوي التاريخ المعين اللي انا عايزه بين اتنين كوت سنجل كوت مش دابل كوت سنة 2017 شهر يناير يوم واحد في اي تاريخ بعد كده لو سمحت اجيبه لي لو نفست دلوقتي هتلاقي انه اوتوماتيك عمل فلتر وهينزل عدد السطور دي بشكل كبير جدا هقول له اكسكيوت وتعال نشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي هو خلص جاب لي بس 3 مليون رو مش التسعة كلهم لاني واخد بدل تسعة سنين واخد بس اخر تلات سنين فكده الى حد ما الدنيا كويس طيب افتكر كمان معاها ان انا مش محتاج ولا محتاج مكانهم بيانات تانية من جداول تانية طب ازاي ممكن اعمل كده برضه الموضوع بسيط جدا هبدأ هنا اشيل الحاجة انا مش عايزها فاول حاجة انا مش محتاج اول اتنين فمش محتاج الوصول ولا سيتي كود خلينا اشيلهم الاول وعايز مكانهم ايه عايز مكانهم الستي تعاني اتأكد من هنا اسم الكلوم ايه في اللوكيشن الكلوم اسمه ايه دي الكلومز الكلوم اسمه سيتي فعايز مكانهم عايز ابدأ بيه السيتي هحط برضو سكوير براكت واكتب سيتي طبعا هيديني ارر لانه ما عنديش جوه التابل ده حاجة اسمها ايه اسمها سيتي عندي سيتي كود فالسيتي دي موجود في الجدول تاني فمحتاج اقوله لو سمحت روح الجدول التاني وجيب لي السيتي عشان اعمل كده بنعمل حاجة اسمها جوين فبعد فروم دي هعمل انتر وحبدا اقوله لو سمحت انر انر ده نوع الجوين هكتب انر وبعد كده جوين ده الجوين كايند بالزبط زي مرج الموجودة في الباور كويري وبعد كده هديره اسم الجدول اللي انا هجيب منه الجوين الجدول اسمه ايه اسمه لوكيشن ممكن اخد نفس الصيغة اللي مكتوبة هنا بالزبط كنترول سي كنترول في وبدل سيلي في الاخر دي هقول له انا عايز من اللوكيشن اهو فهم على طول عندي جدول اسمه لوكيشن وبعد كده انتر مرة كمان واقول له اون هقول له فين الماتشن كولوم الماتشن كولوم هيكون نفس الكلام مرة هتديله اللي موجود فيه السيلز تي هكتابله سيلز تي وبعدين دوت وي افتح سكوير براكت عشان اختار بعد كده اسم الكولوم اللي هو السيتي كود وهقوله ده لازم يكون بيساوي مين بيساوي الجدول الاخر الاسمه لوكيشن هفتح سكوير براكت ابدأ اختار الجدول اللي اسمه لوكيشن موجود هنا اهو وبعد كده دوت هختار منه السيتي كود برضو خلينا التزم بالسكوير براكت علشان الكود يبقى شكله منظم يبقى انا كده كايني بقوله لو سمحت مكان السيتي كود انا عايزك مكان بروكت اي دي والسيتي كود عايزك تجيبلي السيتي هتجيبها لي منين هتعمل انر جوين وتجيبها لي لو سمحت من التابل اللي اسمه لوكيشن نفس الكلام اقدر اعمله في البرودكت نيم والبرودكت نيم فممكن هنا اعمل انتر وابدأ اعمل قومة وقل له كمان انا عايز كمان لو سمحت تجيبلي حاجة اسمها البرودكت نيم برضو مش هايفهم جاية منين مفيش مشكلة عايزك تجيبلي برضو حاجة كمان اسمها الكاتيجري واقفل لسكوير براكت كده كايني بقول له انا عايز الكاتيجري وعايز كمان البرودكت نيم طبعا برضو مدي العلامة الحمرى دي يعني هاو مش فاهم جاين منين فمحتاج اعمل برضو جاين مرة كمان ممكن اخد كابي تاني هنا كنترول سي واعمل انتر كنترول في وابدأ اعدل مكان اللوكيشن المرة دي حاول لو سمحت انا عايز الانتر جاين ده يكون على البرودكت الجدول الاسمه برودكت بدل ما تعمل ماتشن قلوم يكون السيتي كود لا انا عايز يكون البرودكت اي دي ونفس الكلام هنا تخدي من جدول البرودكت عايزك تجيب لي برضو البرودكت اي دي هو ده الماتشن كولوم اللي موجود في الجدولين قدرت ان انا بدل ما كان هنا فيه احمر قدرت اجيب السيتي وبرودكت اي دي ولسه عندي الديت والكونتي والدسكاونت لو عملت اكسكيوت دلوقتي تعالا نشوف ايه اللي هيحصل اهو فعلا بدأ يرصري زي ما انت شايف كده رصري اسامي الهيدرز مزبوط السيتي بروكت نيم الكاتيجري الديت الكوانتي والدسكاونت وشغال هنا هو الكاونتر بتاع التايم بيعد التايمر بيعد علشان هيروح يعمل العملية دي كلها ويجيب لي برضو 3 مليون رو وهو خلص زي ما حراك شايف كده وكده اعتقد انا الى حد ما ماشي بشكل كويس قوي طيب اخر اتنين كولوم انا مش محتاجهم محتاج مكانهم الريفنيو فممكن برضو اعمل عملية بسيطة جدا عشان اجيب الريفنيو هروح اشيل الكوانتي والدسكاونت من هنا مش عايزينهم احنا ممكن نزبط دي شوية ومكان الكوانتي والدسكاونت انا عايز حراك تضرب لي اتنين كولوم في بعض ودي برضو سهلة جدا هفتح سكوير براكت واقول له انا عايز اول حاجة الكوانتي كولوم الكوانتي موجودة عندنا قردي والكوانتي عايزك تضربه لي في وان ماينس الدسكاونت ادي كولوم الدسكاونت وكمان عايزك تضربه في البرايس احنا قردي عاملين الجوين فهو هيفهم على عطول البرايس الجوين معمول قردي تحت فانما هقول له هنا هاتلي البرايس من جدول البرودكت هيقدر يجيبه برضو بشكل مظبوط جدا مفيش مشكلة خالص كل دول اضربهم في بعض وحطهم لي لو سمحت في كولوم جديد والكولوم ده سميهولي revenue يبقى انا كده ما اقول له as ودي له الاسم الجديد كاني بقول له لو سمحت حطهولي جوه حاجة اسمها revenue او جوه كولوم اسمه revenue ولو عملت الوقتي اكسكريبوتل مرة التانية زي ما احراك شايف كده الجدول بالزبط بقى زي ما انا عايز الستي البرودكت نيم الكاتيجري الديت وبعد كده revenue شغال برضو هنا بيعمل اكسكيوشن للكويري وقرب يخلص وحنشوف برضو المفروض يجيب نفس 3 مليون رو بالزبط هو 3 مليون مئة اتنين وخمسين اخر حاجة خالص عايز ارتب الجدول ده بدلالة التاريخ فممكن اقول له order وبعد كده buy وافتح اسكيوشن براكت واقول له date واعتقد لو نفست بالشكل ده نفس الحكاية هيجيب لي نفس الجدول بالزبط ولكن الترتيب هيكون بدلالة الdate طيب احنا عملنا كل الكلام ده هنا اهلا وسهلا شيء ضريف جدا ليه عملنا كل الفيلم ده وجوه الاسيكيويل طبعا هي كتب مناسبة لطيفة ان احنا نشوف قد ايه الموضوع سهل في الاسيكيويل وانت ممكن حاجات بسيطة تجيب لك بعض الديتا اللي انت محتاجها لكن الازرف من كده ان انا ممكن اخد كل الكلام ده copy زي ما هو من اول select اللي موجود هنا ده طبعا وهنا خلص زي ما انت شايف هو الdate بدء من 1117 فحتى لتبت الdate بشكل ظريف ممكن اخد كل الstatement دي بتاعت ال select وقال له copy وبعد كده هنروح على blank report او blank power bi file وهقول له برضو عايز from sql نفس الكلام السيرفر ويعايز مني اسم الdatabase triple a underscore ba هفتح advanced دي المرة دي هسيبها برضو import مفيش مشكلة لكن هنا هتديره كل الstatement اللي عملتها بهذا الشكل وبعد كده هقدر ادوس على okay هيبدأ يروح يجيب لي الكويري دي هينفذ الكويري دي وقادي هوا في الnavigator جاب لي شكل الكويري ده بالزبط اللي احنا عملناه مع بعض ممكن اقوله transform data عشان لو محتاجة اعمل اي حاجة اضافية ممكن حتى اعمل check على column type والكلام ده ال city جاية abc هنا abc abc هنا date and time ممكن احخليها بس date و revenue 1.2 او decimal number فما فيش مشكلة خالص انا كده ready ممكن بس ادي name هاديها برضو نفس الاسم الكويتم ادي قبل كده sales t بس ممكن مثلا sales t filtered وبعد كده enter و اقدر اقوله close and apply الكلام ده هيروح بسرعة جدا على power bi هيروح يعمل load في الموضل بتاع power bi single table جاهز اعمل منه report بشكل سريع جدا وبنفس الكيفية هعمل matrix هاختار matrix ممكن اجيبها هنا جنبي عشان اقدر اشوفها بشكل كويس و هاختار بعد كده add table بتاعي revenue طبعا هحطه في values add revenue 190 مليون نفس الرقم بالزبط اللي جبناه محتاج بعد كده category هحطه في rows و تحت category من date hierarchy هروح اخطها layer هحطها تحت category وبعد كده هاخد city و هحطها في columns و ادي بالزبط نفس report اللي عملناها مع بعض المرة اللي فاتت لكن كل الشغل اللي اتعامل الاول قدرنا نوصل لquery معينة استخدمها طبعا SQL server management studio عشان نعرف نكتب الكويري بس خدنا الكويري حطناها على طول power bi فالpower bi جابت data بالشكل اللي احنا عايزين وبالزبط من غير ما نعمل اي transformation وفي الاخر عملنا لود وبينا report بشكل ممتاز جدا دي طريقة تانية غير الطريقة الاولانية اللي شفناها وحنشوف بعد كده المرة الاخيرة او في المرة التالتة هنشوف ازاي ممكن نستخدم direct query هنشتغل مع بعض للمرة التالتة برضو من new power bi desktop فايل ونفس الكلام هنروح نجيب الديتا من نفس الSQL database لكن المرة دي هيختلف ان احنا بدل من نشتغل على import هنشتغل على direct query وقبل ما نبدأ نعمل كده عايز بس نتكلم بسرعة حاول نفهم ايه الفرق بينه طبعا انت لاحظت ان الimport هي default الdirect query اللي يجب انت تختارها وطبعا ده السبب لانه الimport افضل بكتير من الdirect query افضل في ايه افضل لانه كل الoptions المتاحة في الpower query بتكون شغالة معك بشكل كويس كل بتكون شغالة بشكل مظبوط في حالة ان انت شغال على import طبعا مش بحتاج اقول لك الimport اللي بتعمله انها بتاخد copy من الديتا وتحطه جوه الpower bi desktop file اللي انت شغال عليه وبالتالي الاكسس عليه بيكون سريع وسهل جدا ما تفكرش ده معناه ان فيها limitation قوي في size لو انت تشتغل على 10 مليون رو زي ما احنا عملنا دلوقتي تشتغل 20 مليون 200 مليون 200 مليون رو كل ده اعتقد import ممكن تشتغل اعتقد لغاية 1 جيجا بايت الناس بتقول كده لغاية 1 جيجا بايت من الديتا مفيش مشكلة خالص ان انت تشتغل على import لكن الديتا بتكون مزتها انه ما بيجيب ش الديتا عنده هو بيروح بس ساعة لما تعمل visual او تعمل measure بيروح يجيب الديتا اللي انت محتاجها بس ويحطها لك جوه الview بتاعك او ال report بتاعك طبعا ده الناس بتلتجأ له لما تكون الديتا ضخمة جدا 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 بشكل يستحيل معها موضوع import او import بيعمل مشاكل طبعا هنشوف دلوقتي انها هتبقى مختلفة والدنيا هتبقى شكلها مش مزبوط بالزبط زي ما انت ممكن تكون متخيل ولكن في بعض الاحيان هيكون لها استخدام خلينا نبدأ عطول مع بعض نفس الكلام اللي اتنين data base المرادة انا مكتبت اسم data base انا عندي اتنين data base هم دول موجودين اللي عندي لكن انا هنشتغل على واحدة فيهم بس اللي هي طبعا triple A BA عندي ثلاث جداول ادي ثلاث جداول اهم انا محتاج منهم بس sales t فهروح اختار على طول sales t وهقول transform data الشغل عملنا مع بعض قبل كما اختار city نفس الكلام هجيب product name and price ودوس اوكي لكن لكي لا تضيع وقتك اوضب الدنيا بسرعة انا تقريبا اوضب الدنيا بسرعة اوضب الدنيا انا تقريبا والضبط الجدول بنفس الشكل بالضبط ودي date city product name category ترتيب الكلام وانا اذهب الى home close and apply خد creating connection لانه لا يوجد شكل الجدول ستجد ان على الشمال لا يوجد data view انا وعندي model view وعندي الجديد الى query view لكن لا يوجد مش شكل table لانه كل اللي انا شايفه منها لو بسيط على يمين هنا هتلاقي ده الشكل اللي انت بتشوفه ان انت عندك مجموعة من الكلام ممكن بقى تختارها وتعمل بها فيجول وهتلاحظ بردو نعمل فيجول حاجة غريبة اوى خد بالك كمان ان انا لو رحت على date هنا ما عملش date hierarchy خد بالك با ديفولت لما بلقي column date بيقسمه year و quarter ومش عارف ايه ما عملش الكلام فبالتالي انت محتاج لو انت عايز الريبورت بال year انت تخلق column لل year وبما انه مش موجود انت ما عندكش هنا اصلا مش قادر تشوف هنا data view فما ندرش تعمل الكلام ده باستخدام داكس فعندك الحل الوحيد انك تروح تعمله باستخدام ايه باستخدام power query فممكن اعمل تاني transform data عشان اروح على query دي وازود عمود لل date ادي date اهو ممكن اروح اقول له لو سمحت add column وهقول له date وهقول له انا عايز زود لي عمود لل year وممكن ارجع اقول له close and apply مفيش مشكلة هتلاقي ايه بيزود لك اهو اعمود لل year كده ممكن بقى اعمل برضو ال report وحتشوف حاجة غريبة جدا نحن نقوم بقى ال report ادي الماتريكس وتعالى نجيبها برضو جنبنا هنا عشان نعرف نشوف ادي مثلا ال revenue هجيب ال revenue وحطه في ال values بص هيقعد قد ايه عمال يحسب ليه لانه data مش عنده هو راح database بتاع الحركة هحب يحاول يحسب فقعد ايه فتعالى نحاول بقى نزود ال city في ال column زي ما كنا نعملين قبل كده بص برضو ايه بيقعد يعد كده او ال daira دي تعد تشتغل عشان بيقعد يعمل ايه التأسيمة اللي حركت طلبها منه طيب عايزين كمان category هنحط ال category في ال rose نفس الكلام قعد يعد شوية او بيروح يرفراش ال data بيروح يجيب ال data وعندي ال column الاخير بتاع الير برضو احطه تحت ال rose ففي الاخر برضو حوصل لنفس النتيجة بطريقة مختلفة شوية لكن زي ما انت شايف في بطء في تنفيذ بطء وطبعا ده عكس خالص لما انت بتلود ال data وانت بتجيب ال data بتعملها import بتاخد شوية وقت وهي بتعمل عملية ال load في الاول بدخلها ال power bi لكن وانت بترن ال visual وانت بتشتغل الدنيا بتكون اسرع واسهل بكتير جدا من اللي احنا شفناه دلوقتي وزي ما قلتلك عشرة مليون روجر ربناهم مفيش مشكلة لو عندك يا سيدي لغاية متين مليون فاسق تماما ان الدنيا برضو وحتمش معك بشكل مش بطل انا عارف موك يكون موضوع كان تقيل شوية والفيديو طويل نسبيا بس اتمنى يكون كان مفيد ليكو طبعا لو سمحت ما تنساش تعمل subscribe وتشترك في القناة ولو عجبك الفيديو لو سمحت تعمل like وسبلي تعليق وشير الفيديو مع زميلك وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي شكرا جدا لوقتكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته